دعايا خيري السلام عليكم عليكم السلام ماذاك يا ابوك؟ ازاي؟ كنت فين من الظهر؟ ما في الشغلة يا حج ايه الأخبار؟ طمني استنيينك نبعد معاك عشرة ونقصر جديدة بتاعة الكبار اللي شرق المصر حد من الداخلين قصتنا نعرفه؟ الحج أبو ذكري وتنين من برا البلد دول هاي عطلسوا ولا هاي طراضوا؟ الحج أبو ذكري دي أنجس من فر الميضة ولو رضيناه هيتمرع والغرب مش هيرضوا وماله هات ورقة ابو الولد وتعالولي في المكتب الساعة عشرة في الليل الساعة عشرة؟ واش معنى يعني الساعة عشرة؟ عشان يكون مهران وتجوى ناموا اتمنى اللي عنايمهم؟ ايه؟ ما عندنا مئة موربر زوعة في البيت اي واحدة فيهم تنايمهم؟ زي مين يعني؟ اي واحدة؟ لا مينفعش عموماً لو عندك حاجة ساعة عشرة تخلصها وبعدين انت علان لو عايزنا شيعلك مرتي اشيعها انا اجل اخلص منه كدك كده مش طيجة وعايزنا بلي العيال بها ما البلدنا نبيها ليه؟ بنت خالق قعدت سنين مستنياك ونت في العلام في مصر وكنت اديت خالك كلمة بيش داعي التقليب اللي فاتي حاجة لا مهما تشريش من مصر في ايدك عيلة لمسك صير عريانة كل اهل البلد شافه رجليها وتقولي دي مرتي واللي يتفلك يتفلك ما خلاص يا حاجة مش غارط ومشتها وجوزتنا على كيفة ما انت كنت كاتب كتابك عليها اطلبها قبل ما تدخل عليها واجوزك اللي لمسك صير العنيالة اللي كل اهل البلد شافه رجليها غيري انت عارف ليه؟ ما حد يش يفرض عليها حاجة ما منوش فايدة كلام دلوعك انا بس اللي نفسي عارفه قلت لها ايه ليلتها خلها تطلب الطلاق وتمشي موسيقى استغفر الله العظيم بص يا بيت الناس انا عندي ولاية زيك والطلب اللي عاوزوا منك تطلعي برا القودة دي وتقولي الولا دي كلمة واحدة طلقني وتلمي هدومك وترجع مصري يا حد مالك انت فاكرني واحدة من بنات البلد اللي ما بيشوفوك يغطوا وشهم ابنك وبيحبني عايزوا يسيبني او عندي لكن انا ملكش كلام معاني ماو لو انت من اللي بيغطوا وشهم ما كنتش قلت لك جدا والعلمي انا مش من الرجالة اللي بيحكموا بالظاهر او الظن فاخديها من قصره وانا قلتلك لا براحتك براحتك انه في يوم 17 ديسمبر 1992 تم الافراج عن الانزة فوزية احمد عبدالهادي خليل حزين من سراي نيابة بكفالة مش عارف ايه 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 على زمة شبكة الضعارة انت بدول ايه شوفي انا ممكن اقطع الملف دان او اطلعك من قوضة دي عريانة مرض واقول استغفر الله العصيل قلت ايه ايه اه يا حاج ما قلت ليش قلت لها ايه يا مولان انا اللي عمي الحاج خير انت بتقول الخطبة بالبلد ليه انت مش متعلم يعني معايا دبلون يا حاج دبلون عام عام يعني تعرف تفرد بين النعجة والخروف يا والد ابو خروف انا لا اخشى في الحق لو ما تلاقي لا تخشى ماشي لكن تختش على دمك يا والدي مرزوجة انا ام اسمها ما يتجالش ليه امك مين يعني والعلمك ام امك تبقى بالتخالتك يعني اقول الا اقول ثانيا يا متعلم يا بتاع المدارس عارف يوم القيامة هيندموا عليك ايه يا جمال يا والد مرزوجة يا جمال يا والد مرزوجة يا جمال يا والد مرزوجة ولا غلط صح صح عظيم مين هم النعاج لا دجني لا خلال خفة هكادي كده واشوفك بكرا الصبح في المحشر حاضر اعمل حاج مع السلامة وانت خير ما تروح تشوف شغلا مرزوجة بدها اشتركوا في القناة 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 ب أنتين اخرص بکن جو Julie حوالي 30 أو 40 حوالي 30 أو 40 طول النهار في الشغل وعقلك غايب و الناس تسرك حواليك قول يا خيري 72 ألف جنيه حق لا هم 72 ألف وخمسمية وثلاثين جنيه ولا أنت غاوي تاكل زيادة علي يا خيري أنا محبش اللي أقول لي أخوكم مرعى الله يرحموا وكان يحسبها وهو مغمّل يا دي مرعي بقوا أنت مفيشة ما غير مرعى الله يرحم ما عندك أربعة غيره ننساه شوية بقوا على الأقل كان عنده قلبي ما يغلطنيش أو يسرقني يلا كمّلوا مجلو اللخان بكام والحجر بكام زي كل مرعى يعني إيه زي كل مرعى إحنا دخلين لوحدنا ما هم عارفين في الراي اللي عارفك النهاردة بكرا ما يعرفكش وإحنا مش عايزين نفكروا في اللي عارفينه عايزين نفكروا في اللي مش عارفينه في ناس دخلين جبالنا وبرضو عندهم مخ وعايزين يكسبوا إحنا ننزلوا سعر اللخام سبعة جنيه والحجر ثلاثة جنيه والرملة ثلاثة جنيه والطراب جنيه ويبقى كسبنا إيه ده كده المستخلصات ما تكفيش مصاريف العمال ما بلاش منها العمالية دي خالص مدام دخلينها خسرانين أخوش شها من خسران أحسن ما أخودها واحد تاني بعدين هي مش خسرانة هي كاسبانة بس جليل وليه؟ ما زعتشك كده على فكرة حمودة شو استجوى عد على أمي النهاردة وكان عايز عياله وامك حكمت بيها والد امك ما هو أبوهم برضا حتى؟ أنا أبوهم وامك لو حكمت تحكم عليك انتا ولو دخل بيتي تاني ههزكك انتا وامك فاهم؟ فاهم يا والد مندها اتنايرك خبريك وأنت عم واقف في نص الطريق ده ليه؟ انت اللي ماشي غلط ماشي غلط كيف يعني؟ ارجع باللودر دي الورا ارجع بالقلاب دي ورجع الحجارة مطرح بخدها حجارتي اللي ترجع؟ دعابي الضيان تحجارتي ورستعني المرحومة ياك لمبالسادك الرجل انت تحجارة أنا مشتريها مش تريها من مياه؟ من حج محمد أبو ديام قدام الحج مبعلكش حجارة ولده بعدي ايوه مش الحج يبقى لازم ترجع الحج عايز حجارته انا دافع فلوس دفعها المياه؟ ليه ولده؟ وحنا ما شفناش فلوس تدفعها ترجع وانا قلت مفيش حجارة هترجع وان ما بحدتش هفرغ الطبان يفرازك انتقينة دي انا يا ابو الدبطار وستاخن فرغ المراكيب ترجع بالقلاب وبعدين نشوف موضوع المراكيب دي هرجع